بلين بتاعي ماشي لو انا بقول له عطيني الويدف وشيفت انتر بيعطيني القيمة 920 فانا هستعمل هذه القيمة في السكريفت بتاعي فبقول له انا عايز random ايش من صفر الى ايش الى ماي بلان لانه ماي بلان هو اصلا هو نفس الوبشيكت اه دولار ساين بلين اعطيته في البداية البرنامج ماي بلان دوت ايش دوت ويدف ونفس الشيء هعمله في الواي زيرو ماي بلان دوت لان الآن لو انا بعمل اكزيكيوت هتشوف انو الوبشيكتات الآن مشت بس المشكلة انو خرجت خارج البلان ليش لانو البيفيت بتاع البلان في وسطه فمن هون يبدأ ينفذ فلما يمشي من هون مسافة عرض كامل حيخرج عن حدوده فشو بدي اسوي بدي بس اعمله هون منس ماي بلان دوت ويدف قسمة اثنين ليش قسمة اثنين علشان بيعمل لي بالنغاتيف نصف العرض من هون وبالبوزيتيف نصف العرض من هون وبعمل نفس القيمة بس فقط بالبوزيتيف وبعمل نفس الشي بالنسبة لهون منس ماي بلان دوت لنف ونفس القيمة هون من غير من غير نيجاديف الآن خلينا نشيل كل البلانات بكل تيبوتات من غير تيبوت الاصلي وبقول له يلا اعمل افوليويت اول نسيت ما عملت قسمة اثنين في اللنث لانو الان بيعمل لي ضعف البلان اوكي الان بتشوف انو المفروض تطلع معي في نفس المكان خلينا نزوج شوية الرقم الان وبنقول مثلا ميتين تيبوت لما بعمل له كونترول اي بيطلع معي فعلا ميتين تيبوت بس كلهم نفس الحجم كلهم نفس الـ لانو لسا ما عملت برامترات طب كيف ممكن اعمله حجم مختلف نفس الشي بعمل شو بروبرتيز اللي عملتها شو بروبرتيز او ممكن تعمل شو على طول هي نفس الفنكشن شو او شو بروبرتيز ايش دولار ساين تيبوت زيرو او بيعطيني كل الخصائص بتاعه تشوف انو فيه شي اسمه رايديوس هو عبارة عن فلوات لانو القيمة بلي اندخلها هون فلوات ايش معنها؟ معنها عدد حقيقي بالفاصل يعني فلو انا بسأله على تيبوت زيرو او دوت ريديوس بيعطيني القيمة هي نفسها فحاخذ هذي القيمة بعملها في سكريت بتاعي برجع للسكريبت بقول له ايش ماي كوبي اللي هو الكوبي الجديدة واحدة من هذي الميتين كوبي اللي حتطلع دوت ريديوس بدل البوزيشن ايكول تو ايش ويعطيني رقم عشوائي بين ايش بين خمسة وثلاثين وكذا ونشوف النتيجة خلينا نشيل كل التيبوتات مغير البلان كنترول اي وتشوف انو الان احجام التيبوت تغيرت معي ماشي اوكي اخر شي ممكن نعمله ونسويه خلينا نطلع الروتيشن على الزي بعطيكم الكمند بتاعها على طول فلو انا بختار هذا بقول له $tpot01.rotation.rotation الروتيشن لو انا سألت عنها بحيطيني قيمة كواتيريوم وهذه القيمة الكواتيريوم يعني شوي معقدة بالنسبة المبتدئين ففيه طريقة اسهل بنمشي للكونترولر الروتيشن.controller .zrotation فتشوف انو القيمة طلعت سفر لو انا بعمل الروتيشن للتيبوت واحد حوالي 52 درجة بسأله ثاني عليها بيقول لي نفس القيمة 52 ناقص 52 فهذه الـ X حتكون الروتيشن على الـ X والY على الـ Y والZ على الـ Z فبستعمل هذا الـ function بقول له .rotation .controller .zrotation equal to H random من 0 إلى 360 درجة يعني دورة كاملة حيعطيني رقم عشوائي فالمفروض كل تيبوت حيطلع بروتيشن مختلفة ونشوفها من الفوق من هون تشوف انو كل تيبوت بشكله فيه امر اخر ممكن اضيفه تشوف انو كل تيبوت وعندو لون مختلف ليش لانو بيستعمل color بتاع الـ wireframe ممكن اعطينهم كلهم ماتريل واحد او بكل سهولة بقول له الـ MyCopy.WireColor اللي هي اللون هذا الـ WireColor هو هذا اللون المؤقت في السين equal to H اللي هو تيبوت الاصلي .WireColor لما نفذ السكريبت حيطلع معي كلهم باللون الاصلي وان شاء الله نكون انهينا هذا الدرس بس فيه نقطة اخيرة الان نحنا بنشتغل بالتيبوت لو انا بدي بدل تيبوت بنستعمل object اخر ممكن انت استعمل object اخر بس احذر لازم الـ object اللي تحت استعمله يكون فيه هاد الخصائص فالتيبوت كان فيه خاصية اسمها radius فلو انا بطلع بوكس مثلا وبنفذ السكريبت هيطلع لي error هون بيقول لي unknown property pose in undefined ليش؟ لانه الـ object اصلا اولا بيبحث عن تيبوت zero one ما بيلاقيه في السين لانه هذا اسمه بوكس zero one فلازم اغير الاسم هون اولا وبعدين لما هغير الاسم وبعمل evaluate all حيطلع لي خطأ اخر في السكريبت بيقول لي unknown property radius in box وهذا منطقي جدا لانه البوكس لما بمشي الـ properties بتاحها هون انشي كل شيء بقول له show box zero one تشوف عنده انها عندها high length length width كذا ما عندها radius فمش ممكن يعقلها بس لو انا بطلع سفير مثلا وبقول له my master ماشي my master equal to سفير zero one لانه اسمها سفير zero one فلما بنفذ السكريبت شو صار اوكي فتشوف انه طلعت معي السفيرات هذه والradius بتاحها كان ما بين الخمسة والثلاثين اما هذي فهي كبيرة جدا من radius 120 الان تشوف انه لو حركت انا plane ما عنده علاقة يعني مع المسفيرات لانه السكريبت بيكون punctual يعني في لحظة معينة بيعمل لك سكريبت وخلاص لو انا عايز اربطهم معهم فيه طريقة اخرى فتشوف لو انا بغير حجم البلان بنفذ مرة اخرى سكريبت بتاعي بيطلع لي مئتين سفير على حسب البلان بتاعي ان شاء الله نكون اه قدمنا درس مفيد يعني بنصح الاخوة بيكروه مرة واثنين وثلاث وان شاء الله في المستقبل حيكون اه ان شاء الله هنتلع سكريبتات اكثر اكثر تعقيد واكثر احتراف ان شاء الله على فكرة بس انا هذا السكريبت عمله بصورة تول هو موجود هون احيانا بحتاج الى اوبشيكتات في السين بتاعي علشان اجرب رندر او اجرب اي سكريبت اخر وما عندي وقت على كل مرة ببقى بعمل كريايت لأوبشيكتات عشوائية هاك فانا عملت سكريبت بتختار الاوبشيكت بس على طريقة تول يعني اكثر تعقيد فاختار اي اوبشيكت بعمل تول بتاعي وبعمل له كريايت بعدين لما اشيل اصبعي بيطلع معي النمبر اللي انعايزه ولما اعمل كليك ثالث بتطلع معي التبوتات على ايتحال جزاكم الله خير وان شاء الله سيكون هذا الدرس مفيد ونلتقي ان شاء الله في درس اخر والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة